ظاهر وبعد كده قال حضرتك معاك فيك بنت فأنا دلوقتي معايا توقم دلوقتي ولادنا بينزلوا بياكلوا جنك فود من الشارع طبعا مستحيل أقدر أقوله اللي انت شامن بريحته حلو ده ده طعمهاش جدا تمام ثم مش قديرين يعرفوا إن هي مليانة دهون الدهون دي لما بتتركز بتتراكم في جسمه ممكن تعمله تصلف الشرعين ودلوقتي الدبل و اتش اول هي منظمة الصحة العالمية دلوقتي عاملة يعني مسجلة نسب عالية جدا من أن طفل عنده عشر سنين وعنده تصلف الشرعين وطفل تاني عنده سمنه مفرطة وطفل تاني عنده تركيزه قليل جدا ايه اضرار بقى الجنك فود علشان لو قاعد دايما تلوقتي مع حضرتك في الحلقة طفل صغير قاعد يسمع من حضرتك قبل ما أمه تسمع ايه المصيبة اللي بتحصل لهم وما بيقى هو مبدئيا دايما دايما عندنا في العلم فيه حاجة فرق بين اتنين حاجة اسمها فاست فود وجنك فود انا معرفش بقى حضرتك الفاست فود هو الاكل اللي بتعمل في البيت بس احنا شارينه من مطعم يعني ممكن ندخل مطعم ناكل مثلا فراخ ولحمة وسمك ورز اللي هو اكل البيت بس معمول من برة يبقى انه هو برضو غير صحي لان احنا مش ضمنين المنتجات نفسها انا ابني داخل ايه ايه الايد اللي داخل من اول اللي كان بيعمل الاكل هو ايه واحنا في الوقت دايما هو المشاكل الصحية الجنك فود بقى هو اللي بيعتمد في تكوينه بشكل اساسي على الدهون الغير صحية على الدهون اللي هي الغير صحية احنا عندنا بنقول جنك فود بيساوي توكسك فود يعني اطعامة سامة ولكن انا مش هينفع اشرح للطفل اللي كده هو انا التوعية الاساسية هي التوعية للأهل اللي هي ايجاد البدايل طيب ماشي انت مش عايزاي يروح يشتري اكل منبرر اعمليله في الجنك البديل بقى البديل مثلا لما تلاقيها هي نفس الام تقولك انا ابني ما بيكلش خضار لما ايجانا مثلا اقول لها طب بعد اذن كان هوقت مع الطفل شوية اقول له طيب انت لما هتحب الخضار تاكل جزر ولا خيار يقول لي انا ما بحبش الخيار يعني يبقى هيكل جزر فدايما احنا بنخياره مثلا بين 4 او 5 بدال صحية هو اللي ينقي منها البديل طبعا الصلاة دايما مش ممتع في اكله انما الطفل ممكن يأكل جزرية ممكن يأكل خيارية وهكذا فهي الفكرة هي توعية للأهل من المقام الاول قبل ما اتكلم مع مع الطفل طب دلوقتي احنا ننفع ندي قبل ما نطلع في فاصل كابسولة صغيرة لأي ام نتكلم فيها عن ازاي اطلع ابني سليم في الفترة دي هي في المجمل لو ارشادات عامة اللي هو الاهتمام باكل الخضار طبعا الاهتمام باكل الفكهة يوميا مفروض ما يقلش عن 8 كبات ماء في اليوم 8 كبات ماء في اليوم 8 كبات ماء في اليوم الطفل لازم يأكل في الاسبوع على الاقل من 4 ل5 واجبات في البيت في البيت يعني ما يبقاش اكل كله برا هتقولي لي مثلا حضرتك ان الاب والام مش فاضين لا هم يفضوا لاني لازم يبقى فيه تجمع اثري من 4 ل5 مرات على الاقل في الاسبوع حتى لو الاب بيرجع بطبيعة شغله بيرجع متأخر هو في يوم او يومين يرجع يتغدى مع الاولاد في البيت بس فهي لو تعليمات عامة اللي هي المياه اكل الخضار اكل الفكهة هل تجمع على المائدة بتاعت العيلة مثلا اربع او خمس مرات في الاسبوع انا مش عارف اشكر حديك زي دكتور الله يكرم معلوماتك فعلا مقايمة جدا بنشكر دكتور محمود رضا الغربلي الغربلي